مؤسسة عليتا تنطم لقاء دراسيا حول المداخل الأساسية لإصلاح مدونة المصرة هذا اللقاء يشارك فيه ممثل عدد من المؤسسات والمراكز الفكرية الوطنية وعدد من الفاعلين الجمعويين والفاعلات الجمعويين والحقوقيين لمقاربة مختلف القضايا والمواضيع المرتبطة بورش إصلاح مدونة الأسرة كان عديد من القضايا من المواضيع تتهدف بالأساس إلى دراسة أو الوقوف على الاختلالات والنقائص لشابة تطبيق المقتضايات على مدونة الأسرة بعد هذه الفترة اللي انضاءت من 2004 إلى اليوم أيضا دراسة كل المقتضايات اللي عندها علاقة بالدستور لما الدستور في 2011 جامل بعد المدونة بمعنى أن هناك عدد من المقتضايات يجب ملائمتها مع المقتضايات الدستورية والمداخل الأساسية عديدة كانت أمور مرتبطة بالزواج وبتوتيق الزواج بتدبير المتلكات المكتسبة الأمور المكتسبة خلال فترة الزواج أمور مرتبطة بالطلاق يعني تقليل من الأنواع ديال الطلاق أمور مرتبطة بمغاربة المقيمين بالخارج المسهيل وتبسيط مسترة الزواج وكذلك الحضانة والطلاق كل ما يتعلق من دونة أسرة في ما يتعلق بالمغربات العالم خاصة القوصية باش نسهلو عليهم الإجراءات والتدابير حقوق الطفل المشكلة التي تزويج الطفلات اليوم مشكلة حقيقية بمعنى يجب اليوم من خلفوش الموعيد في ما يتعلق بمنع تزويج الطفلات وليس فقط المنع بل تجريب تزويج الطفلات النسب النسب بمعنى الحقوق المالية الحقوق القانونية الأطفال النتيجين عن علاقات خارج إطار الزواج الحضانة عدد كبير من القضايا اليوم لقاء فرصة باش نتدوله ونقدمه اقتراحات وتصورات بهدف المساهمة في هذا الورش متعلق موضوع الإرث وقضايا الإرث بشكل عام هناك مشاكل مرتبطة بالإرث نقربها في موقفنا في جوهة سليم أعتقد أنه كان مدخلين ممكن من خلالهم لقاء حلول المشاكل المدخل المتعلق للتعصيب مش ضروري بقوة ما يبقاش فأعتقدنا ممكن نشتهده في التعصيب باش نحفظوا الحقوق خاصة ديال الفتيات من الممكن ما تكونش الإبن الذكار وبعض الوضعيات أخرى ثم من خلال توسيع المجال ديال الوصية أعتقد أن المدخلين أساسيين ممكن أن نعاجبهم بشاكل مرتبطة بالإرث مدونات الأسرة أكيد أنه هي تحتاج لإعادة النظر هات الكلمة ديال إعادة النظر يعني لقت بزاف انتظارات ديال الحركة النسائية لأنه إعادة النظر في مدونات الأسرة في شكلها الحالي علاش لأنه مش غير بعض الإجراءات اللي خصوات تبتل خصوات الأسوس علاش موضوع مدونات الأسرة خصوات يتم فيها إعادة النظر لأنه مبني على وحد الأساس ديال أنه الراجل يشتغل غيل والمرأة في المنزل هو كيصرف عليها وبالتالي عنده سلطة لها إلى آخر كان واحد يعني البناية اللي هي ما موضعش على أسوس ديالك تناسب العصر الحالي إذن هذه إعادة النظر كتطلب باش نعود نلقي واحد منظرها جديدة على المجتمع كما هو الآن ومدونات الأسرة ستكون كتلأم مع الواقع الحالي هذه المسألة اللي كتبني المركزية هي أننا نعتبره أنه الآن مثلا النساء كيشكلوا 38% من المعجورين هذه حسب المندوبية السامية اللي تخطيط 38% إذن هذه النساء اللي عندهم الأجور فين كيمشون الأجور ديالهم في المنزل ديالهم في ولادهم في تسيير المنزل وإحنا كنا دقنا وحد الخطوة مهمة بزاف 2004 اللي كانت هي المادة الرابعة ديال مدونات الأسرة اللي كتقول أنه الأسرة كتبنا تحت المسؤوليات تحت الإشارة في المشترك ديال الرجل والمرأة النهاية مع هد مجعل نهاية تامة مع الظاهرة ديال تزويج الطفلات لأنه جريمة ضد الطفلة أنه تبني هي تزويج ما شهي هي لك تزوج عصاب لكي يزوجها وهي ما زال ما نجاش ما زال طفلة ما زال ما كوناش عصاب لك هذه هي النقطة الأولى المهمة التانية هي تفعيل المساوات بين الجنسين من خلال الولايات على الأطفال واشهد المرأة اللي كتحبل وتولد ما تستحقش أنه يكون عندها قدرة على الطفل ديالها لابد أنه يكون واحد هو اللي كي يراجل أب هو اللي كي يسير للطفل وهي ما عنده تحق فيه هذا ما شهي معقول الحضانة هي ستتخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلة للطفل لأنه إلا عندك واحد الممتلك اللي هو مادية كيمكن لك تقسم النص بالنص ولكن الحضانة ديالطفل ما كتتجزئش هي كتتمشي على حساب المصلحة الفضلة للطفل واش بحضة بابنتا عندها ولا وليد عند وربع سنين غاد تقول أنت عدوز أصبه عند بابك وأصبه عند أمك إلا كانت فيه المصلحة وكانوا دور وشي نجح هذا ممكن يكون ولكن إلا كان في واحد اللجو ديالش ديالنقطع عليك وأنا غد ندي البنت غد تخدم عند أمي وأنا غد يعني إلا كان واحد لجو بحلا كذلك ممكن شي يكون خسل لابده أولا نبني يولجو هذيك المساوات المساوات هذي غدتنزل الرحمة لأسرة غدتجعل أنه تبقى ما يبقى لك الدول ما يبقى لك ديالنقطع لك يولي واحد المودة الحقيقية واحد تفاهم واحد الحوار ما بين الأبوين باش في حالة تطلاق يكونوا جعلوا حد العلاقة ديالهم زوجية وهذا من حقه ولكن ما يديروش حد مع العلاقة ديالهم كأبوين للطفل ودك ساعة تكون شي غادي يكون ممكن إذن بالتالي في القادية ديالحضانة ماشي مسألت هو أنا كان فهم أنه الأب هو عنده حق في الحضانة ديال الطفل ديال وخصو يكون هذي شي خصو يكون مضمون أكيد أنه خصو يكون مضمون الأب والأم ولكن خصو يكون فوحد لجوه لكي يراعي المصلحة الفضلة للطفل ولا بد على الأبوين باش على وجه دك الطفل يكون على الأقل كيتفهم بنتهم كأبوين وهذا كان المشكل غادي يتحل وقضايا أخرى اللي فيها المصلحة الفضلة للطفل أكثر من هذه المسألة هذه المسألة هذه بالنسبة الأطفال أطفال اللي ما عندهم حتش المسؤولية في طريقة بالجول للحياة والدستور المغربي يضمن لهم المساواة في التعامل بغض النظر على وضعيتهم العائلية لابد أنه يتم الاعتراف للنسب وكذلك فيما يخص الإرت كين مداخل واضحة وسهلة ما فيهش إعادة النظار في مقدسة واللي يتحسن بطريقة قوية جدا الوضع للإرت في المغرب ما أقول ما أقول قلقة التعصيب للعموم إلى آخر هذا كل شي نظن الخدية كذلك الوصية يترفع إلى القيود التي يحدهم تطبيقها وفي النصص القرآنية كان يمكن الإجتهاد المتنور المنفاتح الذي يمكن أن نرمي من خلاله إلى تحقيق الهدف السامي المساواة في الإرت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر